تحية لكم الأخوة مشاهدي قناة سماء الفضائية نحن الآن في أحد مخابز المحافظة من حقهم علينا هؤلاء العمال الأبطال أن نقول كلمة الصدق بأن هؤلاء العمال لم يتنازلوا عن مهمتهم الإنسانية ولم يبرحوا منها فهم على خطوط إنتاجهم كما نشاهد معي الأستاذ عمار أبو عدرة مدير مخبز جبلة الآلي يعطيك العافية أنت من بداية الزلزال ولحد هاللحظة ما تركتوا خطوط إنتاجكم والسيادكم مستمرين على العمل كيف تقضوا العمل ولا سيما أنه صارت المهمة أكبر فهناك مراكز إيواء قريبة من محيط هذا المخبز أول شي الحمد للعلى سلامة لك أستاذ باسم الحمد للعلى سلامة أهلين في جبلة الرحمة للضحايا الشفاء للجرحة نحن كعمال مخبز جبلة الآلي من بعد الزلزال القاسي والصعب على الجميع حتى على العمال ما توقفنا عن العمل نهائيا ظلوا العمال يشتغلوا 24 ساعة بتوجيهات الوزارة لتأمين مادة الخبز للمواطنين لمراكز الإيواء للمواطنين المتضررين والحمد لله الشغل على قدم وساق لم يتوقف حتى يوم الجمعة في هذا اليوم نؤمن مراكز الإيواء بمادة الخبز وإن شاء الله مستمرين بالعمل والجهود وإن شاء الله دائما مستمرين بالعمل والجهود والشكر الكبير دائما لذلك ننسى لجهود هذه العمال الطيبة الذين كلهم عانوا مثل ما عانوا نعم كمان ما إن شاء الله يعني بنوتك معنا الله يخليك يا رب إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب مستمرين بالعمل والله يحمي مدينتنا والله يحمي أهل بلدنا في سوريا والحمد لله على سلامة الجميع إن شاء الله الله يسلم الله يحمي الجميع ويعطيك العافية يعطيك العافية يعطيك العافية يعني أنت على خطوط الإنتاج أيوة نحن مستمرين بالعمل نحن وما نشتغل ومن أجل هالمتضررين يعطيك العافية كمان أنت إحدى العاملات اللي هون بمخبز جبلي الآلي يعني ضليتي مستمرة بالعمل أيد اللينا مستمرين بالعمل رغم الظروف ورغم الزلازل اللي صارت عنا بالدوام اللينا مستمرين بالعمل يعطيك العافية شكرا يعني حتى هذا اليوم هو يوم جمعة يوم عطلة يعني كان من حق هؤلاء العمال أن يستريح ولكن يعني المهمة الإنسانية هي فوق كل المهمات كنا معكم من هذا المخبز الآلي الذي هو كحال المخابز في المحافظة يعني أتينا إلى هذا المخبز وكأننا أتينا إلى كل المخابز لأن جميع المخابز وجميع العمال لم تبرح من مكانها ولم تتوقف أبدا وكما تشاهدون خطوط الإنتاج في عمل مستمر في هذا المكان والآن عودة إليكم زملاءنا في دمشق